بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب ساكندري تو. عادي نقول السماري بتاع لسهم اه اول حاجة جماعة تعالوا نفتكر مع بعض الرسومات بتاعت البيسيك فونكشنز بتاعتنا. اول رسمة قلنا لو ايكوال نمبر وداوت اكس زي ايكوال تو اسمها بنرسم يعدي بالبوينت اللي الراجل ايل عليه. تاني رسمة ايكوال اكس. الى لينير فانكشن. بيكون ستريت لايين باسنج ثو الارجن بوينت. لو نيجاتف اكس بيبقى العكس في الساكند والفورث فبيبقى ديكريزنج. اما ده انكريزنج. تلت رسمة اف او اكس ايكوال اكس power two which is quadratic function. مدام بوزاتف اكس باور تو بتبقى سماي الفيس. باسه ثرو الارجن. اما بتبقى نيجاتف اكس باور تو اللي هي الكيوبك فانكشن. بيبقى عامل زي الكورسي كده. مدام بوزاتف اكس باور ثري بيبقى فارستو ثيرت. اللي هو برضو اما لو نيجاتف اكس باور ثري هيحصل في الاكس اكسز. فتبقى سكند وفورث. خامس رسمة اف او اكس ايكوال ابسليوت فاليو اكس. كلنا عارفين ابسليوت فاليو يبقى لازم الرسمة او الاجابات كلها تبقى ده معناه ان كل الاجراف لازم يبقى فوق الاكس اكسز عشان يبقى عند الواي اللي بالبوزاتف. فبياخد حرف الفي باسنج ثرو الارجن. لو في نيجاتف جوه الابسليوت مش هتفرق كده كده هتتاكل يعني. لكن لو في نيجاتف برا الابسليوت هيحصل في الاكس اكسز فتبقى عاملة لتحت كده. اخر رسمة او راشنال فونكشن. اننا الاقي اكس في البيسيك بتاعتها اف او اكس ايكولز وان اوبر اكس. بتبقى شكل كده. مادام بوزيتف فرست وثيرد. اما لو نيجاتف سكند وفورس بتبقى عشان الارجن هي السيمتريك بوينت. طيب احنا النهاردة عايزين نعمل شوية جومتريكال ترانسفورميشنز على الرسومات دي. البداية عندنا دايما بالترانسليشن. ان انا بحرك الرسمة فوق او تحت او يمين او شمال. ملخص كده الكلام بيقول لنا. لو لقيت الفونكشن معمول لها بلاس او ماينس نمبر ده بيبقى يعني اما فوق اما تحت. بيبقى لو النمبر ده بيبقى يعني في اتجاه او واي. ما احنا عندنا يا جماعة اسمها او. ده اكس ده اكس داش فوق واي تحت واي داش. فلو طلع الفوق يبقى ديركشن او واي. تحت او واي داش. يمين او اكس. شمال او اكس داش. فلو النمبر اللي هزوده على ال واي بوزيتف يبقى تطلع الفوق. نيجاتف يبقى تنزل ده ونوردل تحت في اتجاه او واي داش. ده لو ترانسليشن. طيب لو الشغلة على الاكس بقى يعني لو النمبر بلاس او مينس الاكس نفسها من جوة لكن دي كانت من برة على ال واي. دايما كنت قلت لكم كلمة. اي حاجة على الاكس تبقى بالعكس. اولا الاكس يعني لو الاي نيجاتف يبقى هنخش يعني في اتجاه او اكس. طب لو الاي بوزيتف هنخش يعني في اتجاه او اكس داش. دايما لو الشغلة على الاكس يبقى بالعكس. لكن لو الشغلة على ال واي بنعملها هي هي. طب يا مستر لو فيها الاتنين حاجة تغييره على الاكس وتغييره على ال واي ده يا جماعة بيحصل وكمان بعدها فانا ببدأ اللي هو الاكس اعمله بالعكس بعدين اللي هي اللي برا لو اطلع لفوق لو نيجاتيف انزللي تحت طيب يا جماعة نبدأ كده مع بعض كذا الراجل بيقول لي طيب احنا الطبيعي بتاعنا absolute value x دي ال basic function اللي هي يا جماعة dotted هنا اللي هي منقطة اللي هو حرف ال v اللي معدي بالorigen هو قال اعمل تغييرتين ال x-2 وال y كلها قولنا اول حاجة واسهل حاجة اطلع ال vertex الاول ال vertex دي بتطلع ازاي بشوف ال point اللي تخليلي اللي جوه ده بزيرو واخد ال point اللي برا لو حطينا ال x بكام يطلع ال absolute بزيرو ب2 يا مستر عشان 2-2 النمبر اللي برا negative 1 يبقى انت جيت عند point vertex اسمها 2 negative 1 تروح عند ال 2 وال negative 1 اهي طيب برا ال absolute positive تقوم عامل حرف ال v لفوق بالشكل ده طب لو كان برا ال absolute في negative كنا هنعملها لتحت بالشكل ده طيب يا اما سمايل يا اما ساد الطبيعية اللي هي x power 2 من غير اي transformation من غير اي تغييرة كانت زي دوتت دي زي المنقطة دي بتعدي بال origin هنا قلنا ايه نطلع ال vertex بس عايز اقول على معلومة ال power 2 كده كده لو في negative في جول براكت بتتشيل فعايز اقول لك ان 2 minus x هي هي x minus 2 ده الكلام ده لو عليها power 2 عشان ال power 2 زي ما قلنا مش فارق معلها positive او negative كده كده بتشيله على فكرة ونفس الكلام في ال absolute value absolute value 2 minus x هي هي absolute value x minus 2 عشان برضو ال absolute بيشيل ال negative طب الميستر قال طلق ال vertex وريح دماغك ولا تفضل تقول يمين يوش مال ولا فوق وتحت مين اللي يخلي ال bracket بزيرو لو حطنا ال except 2 يا مستر مين النمبر اللي برا one تقوم جاي على ال graph add two وone اللي هي ال point دي طب قبل ال bracket positive يبقى تعمل smile face قبل ال bracket negative يبقى تعمل sad face طبعا احنا رسمينها كروكي لو عايز ترسمها accurate دقيقة قوي بالزبط اختار اي مثلا انت جيبت خلاص vertex two وone اختار رقم قبل ال x طلع الاجابة ورقم بعد عوض بما كان ال x طلع الاجابة هيطلع لك three points وصلهم ببعض يبقى الكيرف بتاعك طيب الراجل قال لي use the curve one over x طبعا احنا عارفين ال one over x اللي هي عاملة كده كده طب هو قاعد يغير سوء التغيينات الميستر قال في الحالة دي ما اسمها اسمها يلا نطلع اللي يخلي الجزء بتاع ال x بزيرو لو حطت ال except two النمبر اللي بره one يا ميستر طب حضرتك جايلي ادي two وادي one ال point two لو عايزت تزبطها لنفسك ارسم اكسز وهمي على two وعال one كأنهم اكس وواي جود طيب قبل يا ميستر الفراكشن هين طبعا عادي تيجي كده هي مش مشكلة طب تاني واحدة الراجل بيقول لي one over x plus three طب يلا براحها كده مين هي خلي ده بزيرو هي الزيرو يا ميستر النمبر اللي برا three طب هيجي اعمل الجراف ادي zero هتطر اعمل بس في الحتة دي وهمي طب مدام بوزيتف برضو يا ميستر وطبعا لما يسأل وقضوا الكلام ده بنشتغل على الحقيقيين مش ال طيب اخر فيهم برضو بس في مشكلة هنا ان في فوق طيب فكر معايا كده انا عايز ال 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 فوق مع اللي تحت بس ده مش هيحصل الا لو خلصت من طب عشان اخلص من لازم اخدها طب يا ميستر عشان اخد لازم الاقي طانية طب ايه رأيك بدل ما نكتب ما نكتبها طب ما هي هي طب ليه عملتها يا ميستر عشان اخد دول كده اخد منهم زي ما هنسوف انا كده ما غيرتش المسألة خد برا اتبقى وبر مرة بلاس وان وتحت اكس ماينس وان مدام المسألة بقت بلاس وماينس بقى من حق حضرتك تقسم كل واحدة من فوق على الدينوميونتور مرة يعني هقول ده لوحده اوفر اكس ماينس وان هشيل اكس ماينس وان مع اكس ماينس وان يتبقته بلاس ال وان بقى لوحدها اوفر اكس ماينس وان تنزل زي ما هي اوه حد يشيل ال وان مع ال وان عشان هنا في ماينس كده وصلت للشكل اللي احنا بنحبه اطلق السيماتريك ال اللي يخلي ده بزيرو لو الاكس بوان النمبر اللي برا تيجي على الجراف بتاعك ادي وان واطلع وحط ويعمل لي الاكسيز الوهمية الجداد طب يا مستر هنا قبلها بوزيتف يبقى برضو لو كان يبقى وفورث يا جماعة طب هنا جايب لي بس جايب لي واحدة كوادراتيك واحدة جماعة هي الكوادراتيك رسمتها المفروض الاساسية بالشكل ده صح كده مادام بوزيتف الراجل قال لي اعمل لها بلاس وان يبقى المفروض بالعقل كده اقم طلع الرسمة الفوق وان او بطريقة تانية هنطلع اللي يخلي الاكس دي بزيرو وهي الزيرو يا مستر الرقم اللي برا خالص هي الون فهتجي لي عند الزيرو والون وتقوم عامل سمايل فيس يا مستر هو ليه ما كملش الاسمايل فيس ركز بقى انت هتجي ترسم الاسمايل فيس كامل حلوة قوي بس ترسمه بالرصاص عشان لو اقول لك عليه قال لك يعني هو عايز ترسم الاسمايل فيس لغاية اكس سمايل فيس ادي الون هي يبقى توقف لغاية اللي قبل الون مدام ما فيش علامة عملنا هول طب ليه ما كملناش عشان هو قال لي انا عايز اللي صغر من وون بس طب هي جات عند التو طب كويس قوي قال لي بقى الفونكشن التانية اسمها تو طب ما انت عارف ان التو دي كونستان فونكشن المفروض اجي ارسم عند التو كده هوروزنتا بس انا قلت لك ارسمها في الحتة اللي اكبر من وون بس يعني على يمين الون فجينا هنا على يمين الون وعملنا هوروزنتا عشان كان مستر ليه ما قفلناش الهول عشان هو حتى في التانية ما قالش ار ايكول ففضلت هول في الاتنين طيب الرسمة التانية اداني واحدة ابسليوت واحدة فراكشنال الابسليوت الفيرتكس بتاعها اللي يخلي ده بزيرو تو طب الرقم اللي بره وون جينا عند التو الوون يا جماعة وحبنا نعمل حرف الفي قال لي بس خد بالك اعمل حرف الفي براحتك بس لغاية الفور عشان قال لي لازم ال اكس سمولر دان فور فجيت عند الفور ووقفت ومتعمل حرف الفي ووقفت عند الفور حطيت هول ليه حطيت هول عشان ما فيش علامة ار ايكول طيب على فكرة لو عايزت ترسمها اكيرت وتعرف الفور هتوقف عند الكام عوض بالفور في المسألة فور ميناس تو بتو طيب الجزء التاني اطلق اللي يخلي ده الرقم اللي برا تو جينا يا جماعة عند الفور والتو عملنا اكسيز وهمية جديد المفروض بس هو قال لي خد الجزء اللي بعد الفور بس فقمت عامل الجزء بتاع الفيرست لو عملت كنت هبقى تحت الفور وهو مش طالبها فوقفت عند الجزء الفيرست بس طبعا وهيسأل بقى والموناطني والوان توان والقصص دي كلها طيب عندنا رمارك مهمة بيقول لي لو لقيت نيجاتف برا بنعمل رفليكشن للرسمة بس خلي بالكو مهم جدا يعني ترتيب العمليات مهمة قوي ابدأ اول حاجة بالنيجاتف يعني اعمل رفليكشن للرسمة في ال تاني حاجة اعمل اخر واحدة طب احنا ريحنا نفسنا من الكلام ده وقلنا بنطلع ونشتغل عليها طب بصوا الاجزامبل ده بيقول لي نيجاتف ابسليوت فاليو اكس بلاس تو بلاس ون الراجل هنا اعملها بستيبس رسم البيسيك بعدين اعمل لها رفليكشن عشان نيجاتف بعدين الاكس بالعكس فبدل بلاس تو دخل شمال تو عند النيجاتف تو بعدين الواي بلاس ون امطلع لفوق ون طب احنا بقى بنعملها ازاي احنا قلنا بنطلع الورتكس نيجاتف تو عشان هيخليها بزيرو ون روحنا عند النيجاتف تو ون وعملنا دوت طب مدام قابل الابسليوت نيجاتف مش هتبقى في هتبقى لتحت يا مستر طب حلو جدا الجزء يا جماعة اللي بعدها لو جيت طلبت من حضرتك نشوف بس البيتج اللي فيها اهو زد اوف اكس اكس مينس اكس سكورد وقلت لك ارسمها لي هتقول لي يا مستر مش هينفع ارسمها بالشكل ده لازم ارتبها ابدأ بالنيجاتف اكس باور تو بنحب نبدأ دايما بالباور تو وهنا بلاس فور اكس وهنا مينس ثري طيب هتقول لي يا مستر احنا مش بنعمل ولا اي حاجة لو ال اكس باور تو بالنيجاتف خد النيجاتف كومن فاكتور هقول لك تمام لما خدت النيجاتف كومن فاكتور بغير كل الصين اللي وراه بقيت بوست باكس سكوارد ماينس فور اكس ها بلاس ثري طيب اعمل دي ازاي يا مستر هقول لك والله ممكن لو هو مدي لك انترفل من كذا لكذا ممكن نعملها زي تالت عديدي مود سيفن اللي هو تابل ونقعد نطلق الجدول ونحط البيونتس على الجراف ونرسم طب هنا مش مديني بقى لازم اخليها على شكل براكت باور تو عشان اعرف اطلق الفيرتكس واشتغل طب مين البراكت قلنا الاكس باور تو الروت بتاعها اكس الصين هنا ماينس طب اتفقنا ان الميدل ترمى عشان يطلع بنعمل الاول طايم التاني طايم تو طب انا ما عنديش التاني تعال كده نجيبه هنقول الاول طايم تو بكام يعني اكس طايم تو بتو اكس طايم كام تديني فور اكس هتقول لي طايم تو يا مستر طب ما هي الطو دي اصلها طو باور تو اللي هي فور يبقى الثري اشيلها و اكتب مكانها بدل ثري اكتبها فور ماينس ون الفور اتخدت مع الجزء ده عمل براكت الماينس ون تنزل بر يبقى الفيرتكس بتاعي طلع ده اللي يخلي زيره بتو والرقم اللي بره نيجيتف ون لا يا مستر انت نسيت حاجة انا نسيت يا جماعة اوزع النيجيتف اللي بره على البراكت مرة وعلى ون بر نيجيتف في براكت باور تو ما ينفعش يدخل جوه فبسيبه نيجيتف في براكت باور تو طب نيجيتف في نيجيتف ون تديني باوزيتيف ون يلا كده نطلق الفيرتكس ده يخليها بتو والرقم اللي بره ون هتجيلي عن بالجراف ادي التو ودي الوان تحط دوت طب يا مستر في بره نيجيتف يبقى بعد الاسمايل فيس هتبقى يا جماعة ساد فيس طب يا مستر في طريقة اسهل من دي هقولك في حاجة في تالت عدادة كانت بتقول الفيرتكس بتكون من اكس وواي عشان اطلع الفيرتكس بعمل نيجيتف بي اوفر تو اي الناس كده تفتكر معايا طب ما تيجي كده نجرب على المسألة الاصلية اهي نيجيتف بي يعني نيجيتف فور اوفر تو باي اي يعني تو باي نيجيتف ون اللي هي نيجيتف تو ده 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 دك تو الله يا مستر انت كده طلعت الفيرتكس من خطوة واحدة قلتلك تمام ادي كده الفيرتكس تو طب ازاي بطلق الواي افتكر معايا كنا بنقول بنعوض بالتول اللي احنا جبناها في المسألة نيجيتف تو باور تو بلاس فور تايم تو مايناس ثري هتلاقي تلقى لحضرتك يبقى انت جبتلي الفيرتكس اللي هو من غير كل اللي انا عملته طب الاكس باور تو قبلها يا مستر نيجيتف تبقى ساد يلا اهي يعني هدية كده بدل ما تعمله كل اللي حصل هنا هتها بطريقة تلتة عدادة نيجيتف بي اوفر تو اي ده لو كوادراتك طبعا طب ايه الفرق يا مستر بين اكس باور تو ماينس ثري وابسليوت فاليو اكس باور تو ماينس ثري طبعا احنا عارفين هنا الفيرتكس زيرو نيجيتف ثري فالراجل جي عند الزيرو نيجيتف ثري وعمل البرابولة اللي هي طب لو نفس الرسمة بس خلي بالك دي رسمة اصلا كوادراتك ايه اللي يفرق لو ابسليوت تفكر معي انت دماغك حلوه الابسليوت يا مستر ما بيخليش اي اجابة بالنيجيتف فكده الجزء اللي تحت ده ما هو ده اللي بالنيجيتف هعمل له ريفليكشن فوق يا مستر علشان يبقى بالبوستيف يطلع لك بالشكل ده لان بدل ما كان عند النيجيتف ثري طلع فوق بقى عند البوستيف ثري فبقت الرسمة بالشكل كده 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 ما بقاش فيه تحت خالص علشان ما يدنيش نيجيتف اما لو الراجل ما سنجيبها كده طبعا البرتكس هنا جماعة تو ونيجيتف تو ادي تو ونيجيتف تو عمل اسمايل فيس عشان قابل طب لو حطيت لك بقى فانت هتقول لي يا مستر سهلا ده هقوم عكسها فوق هقول لك بس خلي بالك بقى انا رخيمت عليك وحطيت برا فانت هتقول لي يا مستر كده يبقى كل الاجابات يبقى اللي مدايقني اللي فوق ده وده هقول لك اعكسهم لي تحت فبقى الشكل ادي ريفليكشن تحت وتحت ودي كده كده كانت اصلا تحت ناحية النيجيتف يبقى هي دي الرسمة النهائية طيب سكوير روت اكس باور تو ماينس سيكس اكس بلس ناين وقال لي جراف احنا اتفقنا يا جماعة لو قال لي سكوير روت اكس باور تو قلنا ابسليوت فاليو اكس عشان نضمن ان هي بوزيتف طب هنا سكوير روت الرقم الغريب العجيب ده قلنا اول حاجة نعملها حتى لو موت هتلاقيها طلقة اكس وعلى الاجابة على الكالكوليتور يطلع لك بوزيتف ثري فانت بتخليها نيجيتف ثري جيت تشوف اجابة تانية ما لقتش فقلت لك مدام ما لقتش حط باور تو طب اصلا المسألة فيها روت لما بشيل الروت مع الباور تو اتفقنا بنطلع الاجابة جوا ابسليوت فبقت الاجابة ابسليوت فاليو اكس ماينس ثري الفيرتكس اللي يخلي ده بزيرو ثري طب ما فيش رقم بره يبقى زيرو فجينا عند ثري وزيرو الابسليوت قبلها بوسط فعملنا حرف الفي بتاعنا واترسمت المسألة طب اخر حدة لو الراجل جي قال لك انا هرسم لك الجراف طلع لانت الفونكشن اول واحدة هنا دخلت شمال اتنين ونزلت لتحت نيجاتف ثري طب انت عارف ان الاجس بيقى بالعكس بدل نيجاتف تو فقمت انت ايه لها يا مستر اكس بلاس تو زي كده ما بتطلع عالكالكليتور نيجاتف تو تكتبها بلاس تو انت حافظ ان دي رسمة الكوادراتيك يبقى باور تو طب نزلنا عند النيجاتف ثري يبقى تكتب في ناس بتجيبها بدماغها وفي ناس بتجيبها عن طريق الفيرتكس الفيرتكس هنا نيجاتف تو نيجاتف ثري انت عارف ان الاجس بتتعكس والواي بتنزل زي ما هي طب هنا دي رسمة ابسليوت هتقوم ايه اللي افو في اكس ايكوال ابسليوت هنا الفيرتكس وان وثري الوان تتعكس تبقى اكس ماينس وان طب انا طلعت الفوق ثري باحترم الواي بقى بوزيتف ثري طب اخر رسمة دي فراكشنل هنا عند الثري وهنا عند الزيرو طيب يبقى السيمتريك بوينت تطلع الثري وزيرو يبقى مصطر افوف اكس ايكوال وان اوفر الاكس تتعكس بعد البوزيتف ثري تبقى مينس ثري طب الواي بزيرو يبقى ما تكتبش حاجة فوق طب مسلا لو كانت الواي بفايف يبقى كتاكتب بلاس فايف اتمنى يا شباب ان الدرس يبقى كده وصلة الفكرة بتاعته وفهمنا موضوع ونحل ولو في اي مشكلة بعتولي على طول السلام عليكم